في الفيديو ده هنتكلم على العربية العربي والعرق طبعا الاحداث اللي بتحصل في العرق لازم نعرف انها لها جزور النهاردة اللي بيحصل في العرق ده لازم نرجعه للفترة اللي هي من ايام حرب العرق وإيران اللي هي الفترة اللي امريكا ايام برجينيسكي فكرت ان هي تعمل خلق سراع اخر بديل لحرب العرق وإيران لما قربت الحرب على نهايتها وطبعا كان طبعا فخ كويت كان معروف والدنيا بعد كده اختلفت ودخلت العرق في مرحلة من الحصار والحصار قدى في نهاية للانكسار والغاز والامريكي للعرق بعد كده واسقاط النظام حكم صدام حسين ومن وقتها والعرق قامت ما نامت يعني مفيش استقرار سياسي موجود على الارض لفترة زمنية طويلة الخلافات موجودة طبعا انا في نقطة مهمة جدا احب اتكلم فيها لما الغرب بيراهن على الديموقراطية في الشرق هو بيراهن عليها من انهي زاوية هو ده المهم يعني اللي هي النقطة الاساسية اللي دايما بقولها ودايما بحب دايما اتكلم فيها الناس شايفك ازاي؟ الناس شايفك ازاي؟ لو انت قدرت تفهم الناس شايفك ازاي؟ هترتاح؟ واتعرف تكون رؤية كاملة للشخصية اللي انت بتتعامل معها ده بيتحكم في الافراد ويتحكم في الدول هما بقى شايفين الديموقراطية بالنسبة لنا ازاي؟ هما شايفين الديموقراطية بالنسبة لنا انها مسألة من الصعب ان انت تقدر تطبقها ليه؟ لسبب بسيط لان انت اساسا على مستوى البيت على مستوى الاسرة بقى من الصعب ان انت تطبق الديموقراطية الديموقراطية اول مبادئها احترام الانسان اللي بيتكلم وقدرة الاطراف اللي بتسمع على انها تعرف تفهم فاذا كان اللي بيتكلم اساسا ما بيتسمعش هتبقى الديموقراطية جوه البيت هتطبق ازاي؟ دي النقطة الاساسية طب لو كل بعد كده اتفقوا على ان فيه رأي خلاص خدوا بيه رأي جماعي جوه البيت نفسه يعني احنا بنتكلم على اسرة يعني احنا عندنا خمس افراد موجودين في اسرة والنهار ده 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 كلهم اتفقوا على رأي واحد بمنتهى الحوار الديموقراطي يعني حوار ديموقراطي متكامل ادى للكلم ده هل هنحترم الاختيار؟ والحد امتى هنفضل نحترم الاختيار؟ هو ده اللي هما بيرانوا عليه ان احنا لما بنتكلم ما بنسمعش بعض فبالتالي ازاي الديموقراطية هتتم؟ طب ازا كانت الديموقراطية مش هتتم وازا كنا احنا هنختلف مع بعض الخلاف هيؤدي للخلاف لان طول ما احنا هنبقى مختلفين لفترات طويلة هنوصل في النهاية هنبقى مختلفين عندما نصل الى مرحلة الاختلاف سيكون التباعد هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق التعايش يعني هنبقى بقى التباعد هو الاساس ازاي يبقى التباعد الاساس؟ خلاص طالما انتوا بقى مش متفين مع بعض؟ قسموا الارض ديواق بينكم وبين بعض دولة شيعية هنا دولة سنة هنا دولة دولة مارونية هنا حتة كردية هنا هو ده الفكر اللي هما بيفكروا فيه ان انت اساسا هتفشل في تطبيق الديموقراطية لانه دايما هناك الحوار الحوار وهو يعلم تماما ان الحوار محكوم عليه بالفشل من قبل ما يبدأ هي دي قصة كلها الغرب دايما بيران على شيء مفقود في المجتمعات اللي عندنا لان طبعا احنا عادنا فترة طويلة جدا 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 القصص دي طبعا ما كانتش موجودة بسبب برضو الاستعمار للاسف هي دي كانت المشكلة الاساسية يعني هو بيحاول دايما يصدر مشكلة يقول لك السبب في الموضوع ده حكامهم الديكتاتورية اللي كان بيبارس عكم لا ابدا السبب هو الاستعمار نفسه الاستعمار نفسه الجهل والتخلف والمرض اللي كان موجود عمليم بنعاني من الاستعمار شيرشل قال كلمته اللي كانت مشهورة جدا من زمان تركنا فيه مستعماراتان ما لا ينتهي ابدا الظهر الفقر الجهل المرض التلاتة دول فبالتالي هما بيرجعوا على حس التلاتة دول يحكموا ويتحكموا في مصائر الشعوب هي دي النقطة اللي انا بتكلم فيها وعلى هنا بقى نبدأ نطبق على العراق الوضع ازاي بالنسبة للعراق لما بنيجي نتكلم عليها لازم نعرف نقطة مهمة جدا العراق كانت من الدول اللي وقعت في حدود الخطة الفرنسية الانجليزية اللي هي اتفاقية ساكس بيكو بهدف تقسيم قرس الدولة العثمانية رجل اوروبا المريض فهما طبعا في البداية استغلوا ضعف الدولة العثمانية فانه هما يوقعوا اتفاقية سرية بينهم من بعد سنة 16 كانت اسمها اتفاقية ساكس بيكو دي النقطة اللي كانت موجودة طبعا هنا اتفاقية ساكس بيكو دي قدت الى استلاء فرنسا على غرب سوريا ولبنان وولاية قادنة اما بقى طبعا بريطانيا فسيطرت على جنوب ووسط العراق بما فيها مدينة بغداد اما روسيا فهي طبعا في الاتفاقية هتاخد الولايات الارمانية في تركيا وشمال كردستان طبعا بقى ميناء الاسكندرية هيخضع لنفوذ الدول المشتركة كلها التلاتة اللي هي مين الدول المشتركة التلاتة انجلترا وفرنسا وروسيا هما التلاتة هيحط يقدم عليهم العراق طبعا كانت اقرب الدول لتحقيق الحلم الكبير الاستعماري اللي هو الشرق الاوسط الكبير الشرق الاوسط الكبير المشروع اللي نظر اليه بريجينيسكي طبعا عن طريق بيرنارد لويس اختاروا طبعا بيرنارد لويس عشان يحط مخطط تقسيم الشرق الاوسط بيرنارد لويس كان كل هدفه ايه ان الشرق الاوسط كله بكل الدول اللي فيه ترجع للعصور الوسطى مفهومه كان عبارة عن ايه مفهومه ان الدول دي خادت استقلال ما تستحقوش بمساحات جغرافية كبيرة جدا ولازم المساحات الجغرافية دي تبدأ تقل من خلال التقزم والتقسيم والتفتيت اللي يبقى موجود على اساس انه هم دول شريرة فبالتالي لازم ان احنا نوصل لمرحلة ان احنا ايه نقزمهم ونقسمهم ويعني ونبدأ بقى نسيطر عليهم سيطرة كاملة جدا ودي كانت خرائطه اساسا اللي هي نفزها واتحطت طبعا في الكونجرس على اساس ان يبدأ عملية التنفيذ في المراحل اللي امريكا هتبدأ تشوف انها مناسبة ده ده بالنسبة للمشروع طبعا هنا المشروع طبعا ابنى على اساس ان العراق تبقى تلات دويلات دولة شيعية في الجنوب حول البصرة واخرى سنية في الوسط وثالتة كردية طبعا الكردية دي هنعمل فيها ايه هنقطع ثلاث مناطق من الحدود العراق وسوريا وايران طبعا اقليم كردستان بدوره طبعا كان اول تلك الدويلات اللي بتعلن استقلالها وده طبعا بيدول على ان المشروع كان ماشي ولا زال ماشي هنا النقطة الاساسية اللي موجودة لتصعيد النعرات الطائفية والقبلية اللي موجودة والمذهبية طبعا كل ده بيخدم الاستعمار هي ده النقطة الاساسية اللي كان بيرنرد ليوس بنى عليها مشروع تقسيم العراق وده طبعا المشروع ده طول ما احنا بنختلف مع بعض هم بينجحوا في تنفيذ هزا المشروع اللي هو تقسيم العراق يعني العراق لا يمكن تكون دولة واحدة ده هو المشروع اللي بنى عليه فكرة بيرنرد ليوس بيرنرد ليوس طبعا يعني هو طبعا الكلمة اللي بتتالى عنه هو سياف الشرق الاوسط طبعا وطبعا هو منظر مشروع الشرق الاوسط الكبير كل الكلام ده معروف وباين للناس كلها وانا ما بقولش حاجة جديدة ولكن انا بحاول ان انا اذكر الناس بالمشاريع الاستعمارية اللي طبعا محطوطة في طبعا الادراج وفي الملفات الغربية لتقسيم المنطقة طبعا انا في الفيديو ده طبعا حاولت ان انا اوضح حاجات محددة وان شاء الله في الفيديو اللي جاي انا اتكلم على تقسيم ليبيا باذن الله عشان نقدر نعرف الافكار الاستعمارية لا تنتهي بمرور الزمن ولكن اخطائك فرص اخطائك فرص تغلط مايتسماش عليك هي دي القصة كلها طول ما انت ماشي صح مافيش مشكلة انما تبدأ تخش في مرحلة الخطأ انت كده رح في السكة اللي يروح فيها مايرجعاش اتمنى ان الفيديو كنا عجبكم واتمنى ان يحوز على رضاكم لو عجبكم يعني طبعا ياريت لايك واكون مبسوط جدا جدا بمتابعاتكم للفيديوهات اللي جاي ان شاء الله اشتركوا في القناة